طبعا في ناس مش مستوعبة ولا مصدقة وإحنا حتى راجعين عن الطيارة وبيكلمونا هو اعتزل بجدة ومش يرجع تاني خلينا أقول لكم مفاجأة أخرى كمان أن الكابتانو الغالي حسام قبل مهرجان اعتزاله بأسبوعه بـ 48 ساعة تحديدا كانت في ضغوط للتراجع عن قرار الاعتزال والاستمرار في الملعب أنا أقول لكم الكلام ده وأنا مسؤول عنه وأنا مسؤول عنه ويعني ما خدش وده مع نفسه كتير هو حاسم 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 القرار وضغوط كبيرة جدا لأنه كله شايف أقول لهم الجهاز الفني أنه يستحق أنه يكمل أكيد جهاز الفني ولعبت النادي الأهلي كان ليهم دور كبير جدا هم ملفين بحب بقى بحب بقى وعندهم مطش مهم في أغاندا أمام كامبلا سيتي والناس كلها بتشارك بحب وبتقد بحب وروح بقى رائعة رائعة لواحد من زميلهم لواحد أخوهم لواحد كلهم عايزين يطلعوه في أفضل شكل في يوم تكريمه مش لعبة النادي الأهلي ولا الجهاز الفني بس كمان أعضاء مجلس الإدارة اللي صمموا وقرروا يكونوا موجودين جنب أحسان ويوقفوا معاه ويأكدوا على دوره الكبير وأن لازم يكون لهم دور وتواجد في مهرجان اعتزاله مباراة خلصت تاني يوم الصبح الساعة 6 البعثة طارت من الإمارات على كامبالا طبعا أعضاء مجلس الإدارة الموجودين كنا موجودين معاهم وسجلنا معاهم كلام عن الغالي وعلى اللقاء كامبالا نطلع نشوف تقرير مع الأستاذ إبراهيم الكفرة وعيده مجلس الإدارة ونرجع نتواصل